موسيقى سلام الله عليكم نشرة الأخبار من قناة الشروق أستهلها بالعناوين حمدوك يقول إن رؤية الحكومة للسلام شاملة ولن يتم إقصاء أحد البرهان ينفي وجود قوات سودانية في ليبيا ويقول مشاركة الجيش في اليمن للحماية فقط وزير الشؤون الدينية يدعو الأئمة والدعاء الانتهاج الوسطية والبعد عن التطرف موسيقى قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن إيقاف الحرب من أحد أكبر التحديات التي ظل السودان يواجهها على مر العقود وأكد أن رؤية الحكومة الانتقالية للسلام هي رؤية شاملة لن يتم فيها إقصاء لأحد وقال حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر الأمس الجمعة سنسعى جاهدين لإدارة التنوع الذي تتمتع به بلادنا بصورة تمكننا من العبور بالبلاد لبر الأمان وأضف انطلاقا من إدراكنا بأن الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع ودورها المهم الذي تسهم به في تحقيق السلام والاستقرار سوف نحرص في الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام في مفاوضات جوبا نفى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إرسال جنود سودانيين للقتال مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو أي طرف آخر في ليبيا كما أكد أن قوات بلاده موجودة في اليمن بطلب من الحكومة الشرعية ولا تقوم هناك بأي مهام قتالية وقال البرهان خلال حديثه لقناة الجزيرة أن الحديث عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا غير صحيح ولم نرسل أي فرد للقتال في ليبيا كما لم يطلب منه أحد أو دولة إرسال جنود إلى هناك ولسنا طرفا في النزاع الليبي على صعيد آخر قال البرهان أن السودان تحدث مع الجانب الأمريكي بشأن رفع اسمه من قوائم الدول الرعية للإرهاب وهم يقولون أن لديهم قوانين وإجراءات حتى يتم ذلك واعتبر أن عدم رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب رغم التغيير الحاصل بالبلاد أصاب الشعب السوداني بالأحباط مشددا على أن الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات على بلاده ووضعته في قائمة الإرهاب انتفت أكدت وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيرات زمن على متانة العلاقات وتطورها بين دولتين سودان وإثيوبيا ورحبت خلال استقبالها وفد الدبلوماسية الشعبية من مجلس الصداقة الشعبية العالمية الذي يزور إثيوبيا حاليا بزيارة الوفد وقالت أن زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والرئيس ميليس السيادة عبدالفتاح البرهان لأديساباوة تؤكد على أننا نسير في ذات الطريق لتنمية وتطوير البلدين وأكدت هيرات على أهمية التحول الاقتصادي الذي يحدث بين سودان وإثيوبيا من جانبه أكد تاجيسي جافو رئيس البرلمان الإثيوبي على العلاقات المتجذرة مع سودان وأضاف أن كل القارة لها علاقات جيدة مع إثيوبيا في كل المجالات فضلا عن التبادلات التجارية والسياحية المختلفة عقدت لينة ترسيم الحدود المشتركة بين جمهوريته السودان وجنوب السودان اجتماعها الثاني عشر في العاصمة الإثيوبي أديساباوة برعاية الاتحاد الإفريقي ممثلا في برنامج الحدود ويعد الاجتماع مواصلة لاجتماع الخرطوم الذي عقد في الثالث عشر من أكتوبر الماضي برعاية الاتحاد الإفريقي حيث عملت لينة ترسيم المشتركة خلال الاجتماعين على تنفيذ توجيهات مفوضية الحدود المشتركة بأعداد تقرير شامل يشتمل على وصف تفصيلي بالأحداثيات والخرائط والمستندات والوثائق من الأجزاء المتفق عليها من الخط الحدودي ووصف للمناطق الخمس المختلفة حولها وهي كاكة تجارية ودبة الفخار والميجينس والرابع واربعة عشر ميل جنوب بحر العرب وحفرة النحاس حيث يتضمن الوصف وجهة نظر كل طرف تعاو وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح الانتهاج الوسطية كسلوك ديني بين عامة الناس وأشهر في خطبة الجمعة بمسجد الخرطوم العتيق إلى أن الوسطية تعطي معاني الاعتدال والتوازن وأكد أن كل من لم ينتهج الاعتدال ويعمل على توحيد أهل القبلة نصبح بعيدا عن الناس وهمومهم كما دعا إلى الوحدة الوطنية بين كل أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم السياسية والدينية في ظل العهد الجديد مشيرا إلى إعلاء قيمة المواطنة وقالا إن البلاد تحتاج إلى خطاب الوسطية وأن يقوم الناس على ما كان ينتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وأضاف أنه ينبغي الانتباه إلى أن أبناء السودان على اختلاف مذاهبهم يجب عليهم انتهاج الطريق الصحيح هذا وقد طالب مصلون مسجد العتيق بالخرطوم بضرورة وضع حد لاستشراء القبلية ومعالجة المبارسات التي تفضي إليها ودعوا إلى أهمية انتهاج الوسطية في كل شيء والبعد عن الغلو والتطرف الديني والسياسي وأكدين أن أهل سودان قادرين على التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية كما طالب وزير الأوقاف وشؤون الدينية إلى المساجد مزيدا من الاهتمام والرقامة وحل المشاكل التي تواجه لجان المساجد خاصة المسجد العتيق بالخرطوم أنا أستنكر التطرف بغاية الاستنكار وأتبنى الوسطية الناس كل يكونوا وسطيين وهذا من اللي يجيب لنا السلام والتعايش السلمي وهذه اللسالتي للشعب السوداني وكل والعالم الإسلامي جميعا التعايش السلمي والتبنى الوسطية الناس الآن دائرين الأمة المحمدية على أسوأ التقدير يكونوا في صعيد واحد ويتفاكروا ويتشاوروا أمركم شاورة بينكم وما في شي بالصحة على الإنسان السوداني إنسان زكي بيعرف كل الخلفيات عن أي ناحية ده جانب الجانب الثاني يعني ما شاء الله الناس ما أسكين على دينهم وبيعدوا الصلوات وربنا الدمون في مرادهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عن الوسطية وكل الأنبياء الذين أتوا منذ سيدنا عادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا للوسطية والدين الإسلام انتشر في آفاق العمم سواء في الإفريقية أو في العاسية كلها انتشرت أبرى الوسطية على وهي التجارة والدعوة الحنفية نحن طبعا ديننا معروف ديننا الإسلام وأقيدتنا واحدة يعني ما في اختلاف في أنه نحن دي يختلف ما عندنا اختلاف نحن أقيدتنا واحدة أقيدتنا لا إله إلا لنا لكن الاختلاف اللي هو بيحصل مثلا الاختلاف القبلي ده هو الترتيب أول وضع النظام الواضع المسائل بتاعة القبلي دي هو السبب في المسألة دي فبالتالي هو ما طرح المعالجات يعني ما زالت المشكلة غايمة يعني كون إنهما يقول نحن مثلا ما نطرح القبلي ما نعمل ما نعمل كده الكلام ده ما حل المشكلة القبلي الأصل إنه يكون فيه يعني الأصل إنه يكون فيه حل جزر للمسألة دي فكل ما نحن نمشي قدام بنلقى إنه القبلي دي تاني بتانحرفينا فالمسألة إنه يتخذ إجراءات تحيد من الكلام ده الإسلام حقيقة دعا للوسطية والوسطية اللي بتحقق للناس الرفاهية وبيتدي لدعوة إلى الله سهلة جدا في إنه الناس تدخل في دين الله أفواجه وهو لما نتحدث عن الموضوع الغبلية شايف الناس سبقوني في موضوع الغبلية موضوع الغبلية والمشاكل التاريخية الأزماتي تحت السودان دي هي بتحل بالوعي وبالممارسة الديمقراطية لقدام الناس كلها لما نتقعد مع بعض وتتفاكر وتتطرح البشكلة وتعترف بها وبعد ذلك بتبدأ في كيف يتحلها وإنه الناس اللي تمشي لقدام فأنا شايف الخطبة دي خطبة حقيقة الجامعة ومن المين برضا أنا بيدعو كل دعاة المساجد أو أئمة المساجد في الجمعات وكذا يعني ينشر الوعي بتاع الوسطية وبتاع سماحة الدين وأخلاق الدين أكد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد عودة الأوضاع الصحية بولايته إلى حالة من الاستقرار قطعت بتجاوز الولاية للتحديات الصحية العابرة التي واجهتها في الفترة الأخيرة قال حماد لدى تفقده بمستشفى عطبر التعليمي أعمال مخيم العيون الذي نفذه الهلال الأحمر القطري بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة بالولاية قال إن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح وتأهيل الكثير من المنشآت والمرافق الصحية بتمويل يفوق 80 مليون جنيه وانتدح حماد مجهودات دولة قطر ومجموعة الراجح السعودية تجاه دعم شرائح الضعيفة بالمجتمع مشيرا إلى أن مخيمات العيون الخيرية المجانية التي تبنتها الدولتين مؤخرا بعطبرة أجريت من خلال أكثر من 6 ألاف مقابلة طبية وأستمائة عملية جراحية متخصصة في مجال طب وجراحة العيون على يد كبار الاستشاريين والاختصاصيين بالبلاد والولاية يعني مستغرة استغرار كامل وخلال الأسبوعين المنصرمين أغمنا أكثر من مخيم للعيون رعيت فيه يعني أو عوليت فيه ما يزيد عن 6 ألف مقابلة وما يزيد عن 600 عملية جراحية وهناك عمل ضخم جدا ينتظم وزارة أو دائرة الصحة في الولاية سوف تكون هناك افتتاحات لعدد من المنشآت الصحية في كل محليات الولاية السبعة والناس إن شاء الله يعني يروا بمواعين هذه النغلة النوعية